أهلا بكم، يمكن القول أن ساعة جالكسي ووتش 5 الجديدة من سامسونج هي أفضل ساعة أندرويد يمكن شراءها الآن قد تكون الساعة لم تأتي باختلافات جذرية من حيث تصميم عن سابقتها جالكسي ووتش 4 ولكنها جاءت ببعض التحسينات، كما أنها أكثر متانة وتأتي مع مستشعر جديد كليا هنا في الخلف دعونا أولا نتعرف على التفاصيل التقنية للساعة قبل الحديث عن ما تقوم به من وظائف الأمر الواضح في الساعة الجديدة هو استغناء سامسونج عن الإطار الفعلي الدوار المحيط بشاشة ساعة جالكسي ووتش 4 كلاسيك الإصدار السابق والذي لطالما رافق ساعات سامسونج منذ عام 2018 بدلا من ذلك تستخدم ساعة جالكسي ووتش 5 هنا إطارا افتراضيا كما نشاهد يعمل باللمس هنا يتطلب تحريك إصبعك حول حافة الشاشة للتنقل كما تضم الساعة هنا زرين فعليين على الجانب الأيمن واحد رئيسي وآخر للعودة الإطار اللمسي هنا المحيط بشاشة يعمل بشكل ممتاز وكنت أفضل أن أرى المساحة التي يشغلها هذا الإطار اللمسي هنا لتوسيع حجم الشاشة بدلا من ذلك أمل أن تقوم سامسونج بذلك في الإصدار المقبل جالكسي ووتش 6 التصميم كما قلت هنا لم يختلف كثيرا مقارنة بالجيل السابق جالكسي ووتش 4 إطار الساعة هنا من الألومنيوم كما نشاهد مع سوار مطاطي من السيليكون قابل للتغيير من هنا بسهولة سامسونج أعادت هنا تصميم المنحنة الموجود على الزجاج الخلفي هنا ليسمح بزيادة مساحة التلامس المباشر بين المستشعرات والمعصم لاستشعار المقييس الصحية بدقة أكبر تتوفر ساعة جالكسي ووتش 5 بمقاسين هما 40 مم بوزن 29 جراما تقريبا وبمقاس 44 مم بوزن 33 جراما ونصف وهي متوافقة مع الأساور هنا 20 و 22 مم تأتي الساعة بألوان هي الذهبي الوردي الجرافيت الأزرق والفضي وتتوفر بنسخة تدعم شريحة اتصال إلكترونية e-SIM النسخة التي لدينا هنا تدعم فقط بلوتوث ويختلف ذلك طبعا للدولة تتوافق الساعة مع جميع هواتف أندرويد التي تعمل بنظام أندرويد 8.0 وما فوق لدينا هنا الساعة بمقاس 40 مم وتأتي بشاشة من نوع سوبر أموليد كما نشاهد هنا بحجم بوصة فاصلة 2 بدقة 396 في 396 بيكسل مع كثافة بيكسلات 330 بيكسل لكل بوصة أما المقاس الأكبر 44 مم فيأتي بشاشة بحجم بوصة فاصلة 4 بدقة 450 في 450 بيكسل بكثافة بيكسلات 321 بيكسل لكل بوصة لأول مرة تستخدم سامسونج في ساعاتها شاشة كريستال الياقوت كما نشاهد هنا المقاوم للخدوش الأكثر صلابة بنسبة 60% أكثر من الزجاج المستخدم في الجيل السابق وفي شاشات شاشات ساعات أخرى كما تدعم الساعة هنا ميزة Always on Display التي تعرض المعلومات الأساسية كالتاريخ والوقت في حالة السكون مع عدم استهلاك قدر كبير من الطاقة لعشاق السباحة تأتي ساعة مقاومة للماء وفق معياري 5ATM وIP68 بعمق يصل إلى 50 متر تحت الماء تستخدم ساعة نفس المعالج في ساعات الإصدار السابق وهو من نوع Exynos W920 المصنع وفق معمارية 5 نانو متر مع معالج رسوميات Mali-G68 حقيقة لم يؤثر ذلك على الأداء تعمل الساعة بسلاسة وتحمل التطبيقات بسرعة ولكن كنا نتمنى أن تأتي ساعة بالمعالج الأحدث من سناب دراجون زودات Galaxy Watch 5 بذاكرة عشوائية 1.5 جيجا بايت رام وسعة تخزينية 16 جيجا بايت ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه يمكنك تنزيل تطبيقات من متجر جوجل بلاي كما يمكنك تخزين موسيقى على الساعة للاتصال بالإنترنت تعمل الساعة هنا بنظام Android Wear OS 3.5 مع واجهة التشغيل الخاصة بسامسونج One UI Watch 4.5 التي تجلب العديد من الميزات برأي أبرزها تجربة أفضل للكتابة على لوحة المفاتيح الصغيرة هنا داخل الساعة وسهولة أكبر في إجراء المكالمات تضم الساعة هنا مايكروفون على الجانب الأيمن كما قلت ما يعني الرد على المكالمات في حال كان الهاتف بعيد عنك كما يمكنك الاستماع إلى الموسيقى من خلال مكبر الصوت أيضا الذي لدينا هنا في الأعلى المكالمات الهاتفية التي أجريتها على الساعة واضحة والمايكروفون يوصل صوتي بجودة عالية للطرف الآخر بالضغط مطولا على الشاشة يمكنك هنا تغيير وجه الساعة كما نشاهد واختيار الوجه المناسب وأيضا تنزيل وجوه جديدة من التطبيق على هاتفك الذكي ترعم الساعة مساعد جوجل الرقمي جوجل أسيستنت على ما يبدو في بعض الدول فقط لم أستطع إيجاد وتحميل التطبيق من متجر جوجل وتفعيله هنا في قطر لكن تضم الساعة مساعد بيكسبي من سامسونج وأعتقد أنه يقوم بعمل لا بأس به دعونا نجرب ذلك معنا هاي بيكسبي هلو رائد باكياد هاوز the weather today in Doha today in Doha it is mostly sunny with a high of 40 degrees and a low of 27 degrees could you please set the alarm at 8 pm I have set your alarm could you please show me the way to my work you could update work address in your samsung account under places and try again thank you بيكسبي anytime really don't mention it تدعم الساعة كذلك تقنيات Bluetooth 5.2 وWi-Fi وأيضا تقنية GPS وNFC للدفع الإلكتروني عبر سامسونج Pay دعونا نتحدث الآن عن الصحة واللياقة تضم الساعة عددا من التمارين الرياضية وتقوم بتتبع أدائك على مدى اليوم كحساب الخطوات والمسافة المقطوعة والسعورات الحرارية المحروقة ويمكنك أيضا لطلاع عليها من خلال تطبيق سامسونج ومقارنة أدائك هذا الأسبوع بالأسبوع الماضي وهكذا يمكن لساعة جالكسي ووش 5 تتبع ما يصل إلى 90 نوع مختلف من تمارين ويمكنها أيضا الكشف التلقائي عن بعض الأنشطة مثل المشي والركض ويمكنك أيضا قياس نسبة الدهون في الجسم وهي ميزة شاهدناها في الإصدار السابق Watch 4 لدينا هنا أيضا ميزة قياس معدل ضربات القلب تدعم الساعة ميزة تتبع النوم لتحليل نومك وقياس جودته كما تكشف الشخير ومستويات الأكسوجين في الدم أثناء النوم ويمكنك للطلاع على البيانات التي تم تحليلها ورؤية النتائج بشكل سهل ومبسط أيضا هنا على الساعة وتعطيك الساعة مع مرور الأيام بعض النصائح لتحسين نومك توفر لك Galaxy Watch 5 قياس مستوى الإجهاد وكذلك قياس معدل الأكسوجين في الدم قمت بتجربة هذه الميزة قياس معدل الأكسوجين في الدم عدة مرات وجدت أن مستوى الأكسوجين في دمي منخفض في عدة قياسات وأعتقد أن هذه القياسات منخفضة ويجب أن تكون أفضل وأدق ولكن ربما هناك تحديثات قادمة من سامسونج في المرحلة المقبلة ستحل هذه المشكلة نأتي الآن لميزتين جديدتين أو رائعتين في الساعة وهما ميزة قياس معدل ضغط الدم وكذلك إجراء تخطيط كهربائي للقلب ECG موجودة في ساعة أبل ووتش للأسف لم أتمكن من استخدام هتين الميزتين في قطر لأنهما بحاجة دائما لتطبيق سامسونج Health Monitor وهو للأسف لا يعمل في قطر تواصلت مع سامسونج وأخبروني أن هذا التطبيق لا يعمل حاليا سوى في دولة عربية واحدة وهي دولة الإمارات العربية المتحدة أتمنى أن تقوم سامسونج فعلا بحل هذا الأمر بأسرع وقت كما فهمت أن ميزة تخطيط القلب تتطلب هاتف سامسونج على ما يبدو ولا تعمل مع هواتف أندرويد الأخرى لا أجد ذلك بصراحة منطقي كون هذه الساعة ساعة أندرويد بالأساس الساعة بالمناسبة تعمل أيضا مع تطبيق جوجل فيت المخصص لللياقة البدنية يمكن لساعة تتبع الدورة الشهرية لدى النساء كما يمكنها هنا تتبع فقدان العرق وتقديم توصيات مخصصة لشرب الماء بالسحب لأعلى نجد مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل المنبه حالة الطقس متجر التطبيقات جوجل بلاي الموسيقى وتطبيقات أخرى كما يمكنك تنزيل المزيد من التطبيقات المتوفرة في المتجر كما قلت يمكنك مثلا تحميل متصفح سامسونج سامسونج براوزر وحتى مشاهدة اليوتيوب على الساعة وهذا شيء حقا رائع كما يوجد تطبيق سمارت تينغز من سامسونج بحيث يمكنك التحكم في الأجهزة المنزلية عن طريق الساعة تقول سامسونج أن الساعة تدعم الشحن أسرع بنسبة 30% مقارنة مع جالكسي ووتش فور الإصدار السابق البطارية هنا تأتي أيضا تبعا للمقاس في مقاس 40 ملي متر تأتي البطارية بساعة 284 ملي أمبير الساعة أما المقاس الأكبر 44 ملي متر فقد زود ببطارية أكبر بساعة 410 ملي أمبير ساعة تدعم الشحن اللاسلكي العكسي وميزة الشحن السريع لكن فقط مع شاحن بقوة 25 وات يمكن شحن الساعة من 0 إلى 45% خلال نصف ساعة فقط ويمكن شحنها بالكامل خلال ساعة ونصف من تجربتي الإصدار 40 ملي متر الذي لدي هنا تدوم بطاريته لحوالي 24 ساعة مع إيقاف ميزة الشاشة المفاعلة Always On Display يتضمن ذلك استخدام ميزة GPS تتبع النوم تمرين لمدة ساعة تقريبا وتلاقي الإشارات والتنبيهات على مدار اليوم أما مع تنشيط الشاشة Always On Display ينخفض ذلك قليلا إلى حوالي 21 ساعة سامسونج تقول أن البطارية تدوم لـ 40 ساعة ولكن من تجربتي شخصية لا أعتقد ذلك ربما بتفعيل وضع الطيران وإلغاء جميع وظائف الساعة وهو ما يلغي الهدف من الساعة تماما لم أختبر الإصدار الأكبر بمقاس 44 ملي متر والذي كما قلت ببطارية أكبر بسعة 410 ملي أمبير ساعة البطارية تعمل فيه بالطبع لمدة أطول أما بالنسبة للسعر فيبدأ من 279 دولارا طبعا تبعا للمقاس كانت هذه مراجعة لساعة ديالكسي Watch 5 الأحدث من سامسونج ما رأيكم في الساعة مواصفاتها مقارنة بالسعر وما رأيكم في عدم إمكانية تفعيل بعض الميزات المهمة في دولنا العربية أعتقد أن على سامسونج أن تسرع في تفعيل هذه الميزات ألقاكم في مراجعة جديدة بإذن الله إلى اللقاء